بس هم لما انت روح نازة مالك كانوا شكين ان في عندك اصابه كانوا متبلغ لهم ان انا مصاف رجبتي انا كنت بعمل باكورد هناك كنت محترف سلطنة عمان لما انا روحت سلطنة عمان احترفت انت بعد سكة الحديدة بعد سكة الحديدة انا متاخد منتخب مصر من السكة الحديدة كنت مصافحة من السكة الحديدة من السكة مع كابتن جور لما سأل قالوا له دا 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 من كان في النادي الاهلي اه فبيتبعني قبل ما يسافروا كاس العالم ايو ايو. من السكة الحديد لما رجع من كاس العالم رجعوا شهر 8 او 9. تقريبا. سنة 90. كنت انا منضم من المنتخب مصر شهر عصرة. عشرة تسعين. ايو. خدني منتخب مصر وانا في نادي السكة. يعني مش في الزمالك ولا في الاهل ولا في حاجة. لا. خدني وانا في السكة. انت هرقت من السكة الحديد على نادي الزمالك. على منتخب مصر. لا على نادي الزمالك ولا على عمان. أنا لعبته منتخب مصر وبعد كده جالي عقد احتراف في سلطانة عمان سلطانة عمان ومروح نالزة ملك امتى؟ بعد مرجعت من سلطانة عمان بعد مرجعت من سلطانة عمان قالك ده لعب في لي ولازم نجيبه ده كان ومتبعدني برضه هناك فأنا بعمل باكورد جالي يمكن خلع ردهه للدكتورة يعني وإحنا في الملعب بس كان فيه ألم نالزة ملك كان الآن بقل كان الآن إن أقولك رجبته فروحت عملت طبعا كشف كل في مستشفى المعلمين اللي عند النادي العديد فعديت كل الاختبارات اللي هي حتى الرجبة اللي مش عارف إيه كل ده عديته دخلت نادي الزماني دخلت نادي الزماني لقبت إزاي درجة أقولها مع النجوم ده جمال عبد الحميد ومع أيمن يونس وإمان ويل وإسمان يونس وإشرف آسم كمان موضوع ده بقيت التيم ده كله أنا بكلم على المكان بتاعها كان زحمة بالزبط كده كده يعني أنت خلاص ربنا بيديلك فأنت بتشتغل على نفسك بقى بتجتهد أن أنت عايز تكمل الحلم ليه كلمدير الفني بتاعك كان ديفيد مقاي ديفيد مقاي ديفيد مقاي أنت بقى بتشغل أن أنت اشتغلت على نفسك كواس قوي فقبل ما تدخل نادي الزماني كنت أنا يعني برضو فترة من الفترات قلت يعني أنا من 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 شغل اللي بعمله لنفسي أن أنا بجاهز نفسي قبل دايما فترة إعداد أنت كنت بشغل على نفسك كتير بالزبط خش الجامنزم تعمل طلات تعمل تقوية وبعمل تحملات وحاجات من دي فترة إعداد لنفسك كان كنت بعمل يا كابتن أن أنا ساعات كنت قاعد في مدينة نصر من عند نادي الظهور لغاية بعد المقاولين الدوئة تحت رايح جاي بالليل الساعة 12 وواحدة بالليل بتمشي تحمل العام لا جاري 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 عشان أعمل تحمل عام عشان لما أجاهز نفسي لفترة إعداد ببقى ما عدي ناس كتير قوي قوي ما شاء الله وكان غزالك كان في الجيم وكده كنت تعلمتها من مين لا كابتن هو كابتن جهري وكابتن جهري بالأمانة أيها طبع ما كان علمانا كلنا كان ياخدنا على جبل اللي هو طريق اسمعالية ده آه في فترات الإعداد وقبل المطشاط والمعسكرات آه أنا بقى كنت بشتغل عدد كنت أسمع في الجبل قبل من ضم المنتخب أسمع أقول لأ ده كنت تروح نادي المقاولين من وراء كده في جبل أصفر آه كنت الجبل ده أطلعه مثلا ثلاثة أيام في الأسبوع مثلا عشرين مرة من غير مدرم من غير مدرم من غير حالي خالص بتعدي نفسك بقى بعدي نفسي أنا تربية رضية فعارف آه الفترة دي محتاجة تحمل عام ومحتاجة قوة آه آه فكنت أشتغل بقى الفترة دي أروح أي نادي تخش بقى في أي حاجة فترات إعداد فكنت الحمد لله آه فكنت الحمد لله